بسم الله الرحمن الرحيم مهارات الاتصال الوحدة الرابعة والتي تناقش موضوع مهم أيضا ألا وهو الاجتماعات واللجان تحت هذا الفصل الاجتماعات سوف نناقش موضوع أو مجموعة من الموضوعات والتي هي تعريف الاجتماعات definition of meeting أنواع الاجتماعات types of meetings أهمية الاجتماعات importance of meetings أخيرا disadvantages of meetings اللي سلبيات الاستماعات طبعا هناك بعض الموضوعات الأخرى التي سوف نناقشها من خلال الأمور الأربعة هذه طبعا بداية قبل التعريج على الموضوع الأول تعريف الاستماعات نعطي مقدمة بسيطة عن الاستماعات ما هي الاستماعات كيف تتم الاستماعات مدى فعليتها ثم نتطرق إلى موضوع تعريف الاجتماعات طبعا موضوع الاجتماعات لكي الكثير من الجدل حول جدوى الاجتماعات مدى فعليتها هل هي فعالة غير فعالة ما هي مدى فعليتها في إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف كوسيلة من وسائل الاتصال إذن الاجتماعات هي وسيلة من وسائل الاتصال وقد داب بعض المفكرين والإداريين على وصفها بأنها فقط هي شكلية اجتماعات شكلية غير مجدية فقط هي مضيعة للوقت والجهد طبعا فليش؟ طبعا هناك بعض الأسباب الجانبية التي لا تغلب على الاجتماعات جميعها لأن على سبيل المثال غالبية الأعضاء يقضون وقتهم أثناء الاجتماعات في مناقشة مواضيع جانبية شخصية هذه المواضيع تغلب على المواضيع الأساسية التي تكون مطروحة من خلال جدول الأعمال لذلك يشعر الأعضاء بالملل والضجر ويؤدي ذلك إلى عدم تحقيق الاجتماع الهدف المنشهود والمطلوب منه طبعا تعد ظاهرة الاجتماعات واللجان أيضا من المظاهر المألوفة في الحياة اليومية العملية هي موجودة في معظم المنظمات في معظم المؤسسات ومختلفة تختلف الأنشطة التي حيث تختلف الأنشطة التي يمارسها الفرد نعرف أن الفرد يمارس العديد من الأنشطة يتخذ العديد من القرارات طبعا هذه الاجتماعات مهمة لمناقشة المشاكل اليومية التي تحيط بهذه الأنشطة التي يمارسها الفرد أو مجموعة من الأفراد داخل المنظمات طبعا والاجتماع بشكل سريع هو التقاء عدد من الأفراد بشرط أن يكون أكثر من شخص ليس شخص أكثر من شخص في مكان ما مكان محدد يعني يتم تحديد هذا المكان مسبقا في وقت ما أيضا من الضرورة تحديد الوقت لمناقشة موضوعات مناقشة موضوعات ليس موضوع واحد وقد يكون موضوع وقد يكون أكثر من موضوع للتوصل إلى هدف محدد للتوصل إلى هدف محدد هذا طبعا تعريف سريع للاجتماع طبعا ما سبك ذكره بأن الاجتماعات هي عبارة عن مضيعة للوقت للجهد هذا ليس عيب في الاجتماعات ولا ينطبق على كل الاجتماعات فقد تكون حالات قليلة فقد يكون أيضا العيب ليس في الاجتماع نفسه بقدر ما يعود إلى الطريقة الطريقة التي ينعقد بها الاجتماع أو الأسلوب المتبع في هذه الاجتماعات قد تفتكر هذه الاجتماعات إلى التخطيط لا يقوم هناك تخطيط مسبق لهذا إيش الاجتماع فقد يفشل أو الإعداد السليم أو التحضير الجيد له إذا لم نحضر بشكل جيد إلى هذا الاجتماع فقد يفشل الاجتماع وكم من اجتماعات فشلت أو قد يعود الفشل إلى موضوع آخر غير الاجتماع غير موضوع الاجتماع قد يعود إلى قائد الاجتماع الشخص القائد الذي يقود الاجتماع رئيس الاجتماع قد يعود له شخص غير مؤهل ليس صاحب خبرة لقيادة الاجتماعات لا يعلم كيف تدار الاجتماعات أو قد تعود إلى المشاركين قد تعود إلى المشاركين المشاركين غير متخصصين غير مؤهلين ليس لديهم الخبرة في مداولة الأفكار داخل الاجتماعات